اعتبرت جريدة واشنطن بوست الأمريكية قرار مجلس النواب المنحل رفض منح الثقة لحكومة البعثة الأممية انتكاسة جديدة لجهود تحقيق الاستقرار في الدولة مضيف إن هذا القرار يهدد موقف المجلس الرئاسي المقترح وجاء قرار مجلس النواب المنحل في جلسة الله الاثنين رفض منح الثقة لحكومة البعثة حيث حضر الجلسة 101 من النواب صوت 61 نائب ضد الحكومة في حين امتنع 39 آخرون عن التصويت ورأت الجريدة الأمريكية في تقرير النشرة الاثنين أن عواقب قرار مجلس النواب غير واضحة حتى الآن فهل سيؤدي التصويت إلى حل حكومة البعثة أم استبدال بعض وزرائها وسيؤدي القرار بالتأكيد إلى تعميق حالة عدم الاستقرار الحالية خاصة إذا رفض السراج قرار مجلس النواب وقال الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ماتي توالدو إن قرار البرلمان يضع عملية السلام في مهب الريح ويعرضها للخطر ورأت توالدو إنه يجب زيادة الجهود الوسطة الدولية لتفادي مزيد من التصعيد العسكري على الأرض ومن جهتها قالت واشنطن بوست إن قرار مجلس النواب أثار موجة من الخلافات الحادة بين مؤيدي رئيس الحكومة فائز السراج ومعارضيه حول شرعية جلسة التصويت وقالت الكتلة الداعمة لحكومة البعثة إنهم تفاجأوا بعقد الجلسة وإن التصويت لم يكن ضمن جدول أعمال الجلسة التي عقدت الإثنين